بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أطلقت مجلة رؤية تركية الصادرة عن مركز سيتا للدراسات عددها الجديد رقم 48 خريف 2023 تحت عنوان الحركات السياسية في الشرق الأوسط والقرى الإفريقية وكان ملفه الرئيس الشأن الإفريقي للتفاصيل كنوا معنا حتى النهاية ذكر مركز سيتا في تقرير عبر موقعه الإلكتروني أن العدد الجديد للمجلة تضمن بحوثا تعالج بيان علاقة القرى الإفريقية بالمنظمات الدولية ونفوذ القوى الكبرى فيها وقضايا مهمة أخرى مثل الهجرة والانتقال السياسي في القرى الإفريقية بالإضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بالسياسة الخارجية التركية وأكد رئيس تحرير المجلة رمضان يلدرم أن العدد كان مخططا لتناول الشأن الإفريقي ورغم ذلك حرصنا على تناول التطورات الفلسطينية الأخيرة في هذا العدد من خلال دراسة الباحث محي الدين أتمان عن التأثيرات الدولية لتطورات المشكلة الفلسطينية الإسرائيلية والسياسة التركية تجاهها وقال يلدرم أن المجلة ستعمل في العدد القادم على تقديم دراسات معمقة في تداعيات التطورات وتفاعلاتها في غزة وعلى مستوى القضية الفلسطينية وقد افتتح هذا العدد ببحث خاص لوزير الخارجية التركي السيد هاكن في دان بعنوان السياسة الخارجية التركية مطلع القرن التركي التحديات والرؤية والأهداف والتحول تناول فيه دخول تركيا مؤوية جديدة في وقت يتسم بدينماكيات جو سياسية سريعة التغير مقترنة بتحديات عالمية متزايدة باستمرار تبلغ ذروتها في حقبة معقدة تحددها أزمات متعددة وعلى هذه الخلفية تبرز تركيا بوصفها جهة إقليمية بناءة وفاعلة في تحويل النظام نحو نظام دولي أكثر شمولا وفاعلية وأقدر على معالجة التحديات العالمية والإقليمية الحالية وبينما تستمر تركيا في تأمين مصالحها الوطنية في بيئة إقليمية وعالمية متقلبة ستبقى تعمل على تشكيل الظروف اللازمة لتحقيق السلام والتنمية المستدامين في جوارها وخارجها وكما ذكرنا آنفا تناول الباحث محيدين أطمان التأثيرات الدولية لتطورات المشكلة الفلسطينية الإسرائيلية الأخيرة والسياسة التركية حيث أدت الهجمات الشاملة التي نفذت حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 إلى تحول كبير في المشكلة الإسرائيلية الفلسطينية وظهرت قضية فلسطين مرة أخرى على الأجندة العالمية وكانت هذه المرة الأولى التي تتعرض لها إسرائيل في تاريخها لهذا الحجم من الأضرار وبالمثل رأينا أن السياسات الأحادية المتهورة لإسرائيل ومؤيديها لم توفر الأمن لها ومن ناحية أخرى ظهر نفوذ حماس والمقاومة الفلسطينية وقوة ردعها وكذلك تركت هجمات 7 أكتوبر آثارا خطيرة على معادلة القوى الإقليمية إذ انتهت عملية التطبيع في المنطقة إلى حد كبير وانكفأت إسرائيل إلى عزلتها في المنطقة مرة أخرى بسبب استخدامها المفرط للقوة وجرائم القتل الجماعي وجرائم الحرب وقد قال الباحث العراقي واثق السعدون والذي نشر بحثا حول مسارات العلاقات التركية العراقية في ظل جملة من الملفات الثنائية منها الأمن والاقتصاد والطاقة والمياه أن هناك فرصة حقيقية في الوقت الحاضر لنقل العلاقات بين البلدين إلى مسارات متقدمة وخطوات استراتيجية في التعاون بخاصة في المجالين الاقتصادي والأمني لتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين وشعبيهما وقال يلدرم أن المجلة غطت بعد ذلك التطورات في القرى الإفريقية من خلال مجموع الدراسات في البداية تتناول دراسة الأكاديم السوداني الصادق الفقيه الأمم المتحدة من المنظور الإفريقي وترى أن المنظور الإفريقي للأمم المتحدة ليس إيجابيا كله بسبب نصيبها السلبي في الإسهام في التجارب الاستعمارية ونهب موارد القرى ثم تناول الباحث الفلسطيني عبد العزيز أبو عيليان مجموعة البريكس ودورها في التنافس الدولي وتداعياته على القرى الإفريقية كما أكد الباحث الإفريقي إبراهيم ناصر في بحثه التغيرات الجولوتيكية بمنطقة الساحل الإفريقي ومستقبل النفوذ الفرنسي أن مشكلة الساحل تعاني مشكلات معقدة وتشهد أزمات إنسانية مختلفة وانتشارا للتطرف والعنف بصور متعددة وتدهورا اقتصاديا غير مسبوك وتزايد في نسبة الفقر والبطالة وانقلابات عسكرية متتالية وتنافسا دوليا وتدهورا في الظروف البيئية والمناخية وتحولات اجتماعية جذرية تسببت في إشعال حالة من الحراك الثوري الرافض للوجود الفرنسي في دول الإقليم وحول ملف الهجرة تناولت الباحثة السودانية سلمة محمد موسى حمد في دراستها سياسات الاتحاد الأوروبي في مواجهة الهجرة غير الشرعية وتأثيرها في الاستقرار السياسي بإفريقيا دراست حالة السودان آثار السياسات التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية وفي الأمن والاستقرار السياسي في إفريقيا مع التركيز الخاص على السودان نموذجا أما الأكاديم المصري خير عمر فقد سعى في دراسته انعكاسات السياسات الانتقالية في مرحلة بناء مؤسسات الدولة في ليبيا إلى تحليل العلاقات الارتباطية بين حالة المكونات الليبية وعدم الاستقرار السياسي فعلى مدى أكثر من عشر سنوات بدت الديناميات الليبية أكثر ميلا إلى الانقسام وهذا أدى إلى عيوب هيكلية سادت في المرحلة الانتقالية وفي ختام ملفات هذا العدد اختار الأكاديم التركي يوجال أغار ملفا دوليا هو مستقبل اتفاقية ممر الحبوب بعد انسحاب روسيا منها تناول فيه آثار انسحاب روسيا من اتفاقية ممر الحبوب ومستقبل الاتفاقية حيث كانت أزمة الغذاء العالمية إحدى المشكلات الرئيسية التي ترافقت مع الحرب في أوكرانيا وقد بادرت عدة جهات منها تركيا والأمم المتحدة للوصول إلى اتفاقية ممر الحدود واستطاعت تمديدها ثلاث مرات ترى الدراسة أن تقييم مسوّغات الأسباب التي قدمتها روسيا ومستقبل هذا الاتفاق المهم ما يزالان يحملان أهمية كبيرة في سياق الحد من أزمة الغذاء العالمية وتعتبر مجلة رؤية تركية المجلة الأولى والوحيدة المحكمة والتي تنشر باللغة العربية في تركيا ويتصدر بشكل دوري منذ 11 عاما وتتناول ملفات محددة وتغطي التطورات الدولية والإقليمية بشكل تحليلي رصين إذن تابعنا معكم ما يتعلق بهذه القضايا المهمة جدا والتي تحدثت عنها مجلة رؤية تركية هذه المجلة المحكمة والتي تناولت الحركات السياسية في الشرق الأوسط وإفريقيا وألقت بظلالها أيضا على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والحرب الدائرة في قطاع غزة الآن تدعيات ذلك كله لا نقول على المدى القصير فقط بل على المدى المتوسط والاستراتيجي البعيد لأن هذه الأحداث التي تدور الآن الجميع يقول أنها ستشكل خرائط المنطقة وسوف يكون ما بعد السابع من أكتوبر 2023 ليس كما قبله وأن هناك تدعيات كبيرة جدا سوف تحدث وأثار سياسية واقتصادية واجتماعية سوف تتشكل في المنطقة مجلة رؤية تركية يصدرها مركز سيتا للدراسات السياسية والاجتماعية في تركيا وهو مركز قريب من دوائر صنع القرار في تركيا مركز مهم جدا دراساته معتبرة ومعتمدة لذلك كنا حريصين أن ننقل إليكم هذه المعلومات رجين من الله سبحانه وتعالى أن تنال قبولكم وإعجابكم في الختام متابعين العزاء أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر